تقتك يا برج القوس يعني في عندي شوية لخبطة فممكن تكون يا برج القوس مهتم بحياتك العملية او ممكن تكون في عندك مسئولية او مرتبط او يعني في عندك شغل فالشخص اللي انت بتحبه او بتفكر فيه انت حاسس انه بمر بمرحلة من اللخبطة او الانفصال او حاجة فيها وقت اختيار بالنسبة له فممكن تكون شايفه انه روحاني او انه بيتواصل معك روحيا لانه فعلا بيتواصل معك روحيا بشكل عالي كمان والشخص ده باين انه في الوقت الحالي واقف مستني ومنتظر الوقت المناسب علشان ياخد خطوة وهو حابب يعمل توازن وحاليا هو مشغول بحياته المادية كمان يا برج القوس طلع لك ورقة يعني راح نشوف ورقة النصيحة لانه بشوف انه عنده علاقة بالقراءة يقول لك انت دايما تتقفي ربنا وربنا بيوجهك ازاي وعارف انه ربنا اللي بيوجهك يعني انت محتاج تخرج وتتفسح وتفرح وما تتوقفش عندك كدا وبتعيش حياتك فالورقة بتقول لك لو حد مثلا طلب منك انك تتكلم فما تتكلمش حتى تفكر بكلامك هل هو كلام منطقي حقيقي فيه رحمة لطيفة فواضح عندي يا برج القوس انك هاي الفترة بتفكر كثير كمان الشخص اللي انت بتفكر فيه ده بيمر بضروف يعني دروف صعبة كمان عنده انشغال جامد يعني هو مشغول كثير وطلعت له ورقة بتقول يمكن فيه اشياء واقفة بيناتكم واقفة بين علاقتكم او ممكن حتى انكم تكونوا فيه علاقة زوجية وانت متعلق في الوضع هذا والشخص ده ممكن يكون فيه علاقة فعندي طاقات كثيرة في عندي طاقات طلعالي في القراءة كثيرة كمان طلعلك ورقة يا برج القوس بتقول لازم انت تركز في الورقة اللي طلعولك بخطوات صغيرة ولكن خطوة خطوة هتلاقي في التغيير كبير حصل يعني بخطوة صغيرة منك رح تلاقي فيه تغيير كبير حصل فالشخص ده طلع له ورقة بتقول انه انسان طيب وروحاني جدا وانسان مهتم بالناس اللي حواليه وهو مش فاضي يعني مشغول مش فاضي يهتم بنفسه هو بيهتم بالناس اللي حواليه او بشخص معين وغالبا هتكون انت لانه طالع لورقة انه بيفكر فيك كثير اهام اوي وكمان هو بيفكر انه لازم يهتم فيك لانه حاسس انه مدلكش الاهتمام اللي انت تستحقه وما كانش وما كان بيهتم بيك الفترة الماضية كمان هو عارف وحاسس انه انت وشايفك كمان انه انت انسان طيب وقلبك حنون وحاسس جواته انه في صداقة عميقة جواتكم انا بحاول يعني اتكلم بلغة تفهموها لانه لهجتنا احنا صعبة لهيك انا عم حاول اشرح لكم بلغة تفهموها كمان عم شوف انه في حاجة في حاجة واقفة بينكم واقفة بين الارتباط تبعكم فممكن تكونوا انتم من بلاد مختلفة يعني بلاد مختلفة طوائف مختلفة او ممكن يكون واحد فيكم متزوج وحتى لو كان صحيح رح يكون غالبا حيكون هو وممكن يعني يكون الاختلاف في العادات والتقاليد الطريقة اللي تربيتوا فيها المدينة اللي انتم منها فممكن تكون انت شخصيا مقبل على الارتباط او تفكر ترتبط لان هو نفسه انت شايفه مرتبط فانت كمان بتفكر ترتبط ولكن انت متعلق مع هذا الانسان في علاقة حب كبيرة جواتك اما هو حاليا فبيحاول يزبط نفسه بيحاول يزبط نفسه ومشاعر اتجاهك فمشاعر اتجاهك هي مشاعر ناضجة وكمان هو عارب انه فيه طريقة تانية يقدر من خلال انه يقرب الموضوع بيناتكم وعلى فكرة هو حدا متواصل معاك جدا روحيا وبيفكر فيك كتير وشايفك انسان اكتيب كتير وصريح وواضح وبتتكلم بطريقة مباشرة وشايفك كمان انسان بتحب الخير كمان هو يعني شايفك انه عصب شوية ومتسرع وعايزه يتصرف بسرعة او يجي بسرعة هو عاوس وبيفكر فيك طول الوقت كذلك انت شايفه انسان جميل وكويس يعني انسان جيد جدا وشايفه من عالم اخر يعني مختلف عنك سواء من بلد تانية او الطريقة اللي انتو تربيتوا بها هي طريقة مختلفة عنك وانت كذلك شايفه حلو والانسان ده ممكن يكون مسافر لاني وقفت الفيديو حاولت اطلع الورقة عشان اتأكد اكتر طلعني انه الشخص اللي احنا بنحكي عليه طلعت له ورقة انه ممكن يكون مسافر لبلد او في بحر بيناتكم يعني هيك كذلك انت شايف انه انسان ناجح وعاش بك لكنك بصراحة كذلك عندي انه الشخص هذا خلال هذا الشهر خلال هذا الشهر اللي حب ديالوليك غيزيد غيزيد بزاف اشياء وتفكيرت اتجاهكца يزيد فاذا كنت انت لسا بتحبوا بعض وما تصريحتوش لانه في طاقات كثيرة عندي يعني طاقات مختلفة او حتى انكم بتحبوا بعض ولكن ما تصريحتوش وانت حاسس انك حبيته من اول نظرة فهو بفكر فيك كمان في عندي في طاقة منفصلين كمان هون ورغم الانفصال في حب حتى هو لسا ما تصريحتوش فخلال الشهر دا يعني هو حيبقى داخل في طاقة الحب في مشاعر اتجاهك مشاعر خياضة رح اطلع ورقة اشوف خلوني مشاعر خياضة ايبا في مشاعر طلعت لكم ورقة اتأكد في مشاعر خياضة كأنه مشاعر الصلمات وانت حاليا في الشهر هاده غتبقى مهتم بحياتك الشخصية وبنجاحاتك يعني هتحاول هايك ونجاحاتك العملية لاني شايفة انك عايز تستقلب حياتك وتحس انك مش محتاج لشي واحد يعني مش محتاج لحد وبتعمل كل حاجة لوحدك كذلك انا شايفة انك حتطلع للحياة وده الشي الصحيح لانك كل ما كنت انسان ايجابي الاشياء الايجابية بتيجي لحياتك قلتلك انا شايفة انك حتطلع للحياة للطبيعة الطيور تتفسح ممكن تكون حتسافر بلد تانية يعني ممكن تتفسح او مدينة تانية تغير جو ولكن انا شايفة انك عايز تبقى لوحدك تقدي وقت مع روحك مع نفسك لوحدك فراح نطلع ورقة ورقة خليها شوف راح تقولك الورقة هالورقة طلعت لك مرة تانية خليلي شوف خليلي شوف خليلي شوف خليلي شوف يعني كأنه في عندك سفر قصير طلعت لك وثقات سفر قصير في خلاف يعني حول سفر قصير عندك كمان هالورقة بتقول باين عندي انك متلخبط يا برج القوس وحاسس انك مش عارف تبكر او تحسم الموقف الموقف داث القصة هذي فممكن تكون حاسس ان الشخص دا ملخبطك مش عارف تفهمه كذلك في ناس منكم بيفكروا انه الشخص هذا مش موجود او بعيد عنكم او بتشوفوه يعني كأنه بعيد ما بيفكرش فيكم يعني انتو بتفكروا هيك او ظروفكم مش مناسبة وانت بتفكر انه العلاقة دي مش ماشية كذلك خلينا شوف وحشوف لكم الشهر هذا هذا الورقة دي تمتحكث تلك ثانى شوف مشكلة الورقة هذي هذي كراءة عاطفية ماذا لازم تتطع الورقة هذي ها ها خليوني اعتهم فيه فلوس جيال برج القوس او فيه هدية سيجيك فواضح انكم خلال الشهر هذا ان شاء الله حيكون فيه ارتباط بينكم حيبقى فيه تواصل حيبقى فيه تواصل روحي عالي بينكم وفيه كلام وهذا الموضوع حيجي منه الحبيب يعني هو اللي حيتحرك هو بيفكر يتحذى فالحبيب حيتكلم معاك وحيقول لك كلام حلو يعني طلعت لك ورقة هاي الورقة وحيعبر لك عن مشاعره ولو كان هو متباعد او ده حب جديد فهو برضو حيقول لك مشاعره ايه اتجاهك والعلاقة دي حيكون فيها شفاء كمان ممكن انتو تشتغلوا مع بعض في حاجة ممكن تعملوا حاجة تشتغلوا فيها مع بعضكون وتعملوا اتفاق فاذا كنت انت ازعلان منه في حاجة فالورقة بيكون لك اسبر عليه لان الشخص ده بيحبك كتير برض برض الظروف اللي صارت بغض النظر هذا اول مصطلح صحيح بغض النظر عن الشي اللي صار لان الشخص ده حاسس انه وما كانش عاطك اهتمام وحاسس انه انت محتاج اهتمامه ومحتاج انه يعطيك وقت اما انت يا برج القرص فحتكون مركز على حياتك وامورك العملية وحتكون اه حيكون بينكم اه تواصل روحي فيه اتفاق فيه فرصة انكم تعملوا توازن وتوافق طالع عندي انكم حتتكلموا مع بعض هالمرة بطريقة مختلفة والشخص ده حيقرب حيقرب عليك بالحب وانت في الفترة هذي متلخبط ومش عارف الانسان ده يعني ماذا يريده منك بالضبط من رغم من انه عاجبك الشخص هذا عاجبك وانت شايفه حاجة كبيرة الكرط اللي طالع علي بيقول لك الموقف هذا انت محتاج تكون مشاعرك ناضية ومحتاج التقى في العلاقة واضح انه فيه لخبطة كبيرة في العلاقة هذي كمان بيقول لك فيه ناس كويسين يعني مناح فاذا كنت قلقان من الشخص هذا وبتفكر الشخص هذا عايز مني ايه لسه بيحبني ولا لا ايه اللخبطة دي ليش بيعمله ليش بيتصرف هاي الطريقة فانت ما تقلقش منه يعني ما تكون قلق منه لانه الشخص ده مشغول في حاجات مع اسرته ومشغول في حاجات ثانية وهو حاسس انه مدكش الاهتمام وحاسس انه لازم يعيد حساباته اتجاهك لازم يعيد حساباته معك وبيقول لك الورق هنا انت ممكن تعتمد على النصائح من الناس اللي حواليك لانهم ناس كويسين يعني جيدون حاولوا كويسين وفي حد منهم حيسعدك وحيسعدك انك تطلع من اللخبطة دي عشان تغتاح كمان بيقول لك الورق الشخصي ده اللي انت بتفكر فيه انت تقدر تتق فيه وتعتمد عليه كمان ممكن انت تكون الشخصي ده لانك شخص طيب وانت شخص يعتمد عليه ويقدر الانسان يعتق فيك وانت قادر انك تدينصائح فانت يبرج القوس الشهري ده هتبتدي تزبط نفسك وحتبقى في طاقة استقلالية في نجاح عملي عالي عمشوفه عندك كمان هتبقى ظاهر في منتهى الجمال يا جمال يا برج القوس هتبقى عندك ثقة عالية جدا في نفسك في هذا الشهر هذا كمان كذلك عندي كارتين هاد الكارتين لما يطلعوا مع بعض يعني هون لما يطلعوا مع بعض خلوني شوفتكم يعني انه حيكون عندكم تواصل روحي عالي وحيكون عندك نوع من التسليم هتسلم الأمور لربنا وغادي تبدأ الثقة تزيد يعني الثقتك راح تزيد عندك في اتجاه الشخص ده حقيقة يعني بشكل عام الشخص هذا شخص منيح كتير برد بالنظر عن العيوب وعن الشغلات اللي سواها فهو جواتو جواتو شخص منيح وما عندوش نواية سيئة تجاهك ولا انت صراحة بصراحة العلاقة هادي علاقة هادئة سواء كنتوا تسارحته او ما تسارحتوش بالحب او حتى لو كانت علاقة طويلة ولسا ما تكلمتوش عن الحب أو في وضع تاني يعني وضعية تانية لأنه هو عنده مشاكل تانية في حياته ودلي مخليه بايع مش عارف يتصرف برد النظر أنه عاقد جدا وروحاني جدا أنا حقول لكم الأبراج اللي ظهر عندي في القراءة منيح عندي برج الجوزاء برج الميزان كمان أو الأبراج الدرابية يعني مش كثير برج الدلو الدلو طلعاله قراءة منيحة كمان في طاقات نارية ممكن تكون طاقتك انت كمان في طاقة مائية سرطان عقرب حوت في طاقة هوائية فخلال الشهر ده وممكن نزيد عليه شوية حيكون في تواصل روحي عالي جدا حيكون في تفاهم بينكم بدل الأخبطة اللي انتو فيها حيبقى في شفاء لأنه الشخص ده عايز يددك اهتمام هو حاليا غارق في تفكير شنو هالتفكير اللي غارق فيه شنو هالتفكير اللي غارق في تفاهم هالتفكير اللي غارق فيه شنو هالتفكير اللي غارق في تفاهم هو بيفكر يحسم الموضوع ويحسم أمر الطرف الثالث الطرف الثالث ده وياخد موقف من العلاقة هالي كمان ما اكذب عليكم رح اقول هالملاحظة عمشوف هون فيه كأنه فيه ناس عميدعوا الله طالع الورقة هون مشان حبيبهم عميدعوا بصراحة رح اقولكم عميدعوا بالزواج يتزوجوا هالشخص ويعيشوا حياة سعيدة فيه ناس عميدعوا مشان حمل يكون عندهم ولد فيه مشاكل عمشوف طاقة الدهاء طالع هون وما اكذب عليكم طالع عندي ورقة تبع استجابة الدهاء هاد الورقة هذي ورقة كأنه فيه بتفكروا فيه سفر فيه خلاف حفل السفر هالورقة طلعت لي ثلاث مرات وحشوف هاي الشغلة وانا وانا خلصت يا الهي هاي الشغلة حلوة لا لا خلاص 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 شغلتكم حلوة قلت لكم انا عم شوف هون فيه طاقة دعاء كبيرة في عندي انا اكملت انت مو مشكلة اكمل هالشغلة هذي اللي شبتها هالطاقة الدعاء هالانسان هذي او الانسان هذا عم يدعي بشو عم يدعي كأنه فيه زواج كأنه فيه اوراق رسالة توصلوا من الحبيب فانا حب خبروا انه هون طلع عندي ورقة استجابة الدعاء وكملت القراءة لا اتأكد طلعت الورقة التانية نفس الورقة نفس الدعاء اللي دعاه اللي عم تدعيه طلعت لي وطلعت لي هالورقة فيه زواج يعني فيه استجابة وفيه اخبار حلوة رح توصلكم يعني هالاوراق هذي اوراق مبشرة كتير وطلع للشخص اللي بتحبوه وسط الاخبار الحلوي وسط وطلعت يعني ورقة الزواج سوف لكم هالشي اللي طلع عندي اخبار حلوة اخبار حلوة يعني فيه اخبار حلوة جاي لكم يا برج القوس والله هالورقتين بثلاثة فالهم كتير حلو اه اخبار حلوة فانا حبيت تشيل هالنقطة عشان القراءة تكون كاملة عندي فربنا معاكم يا برج القوس قلوا لي ايه رأيكم في القراءة وتركوا لي تعليقات عشان اعرف ايه الاخبار وما تنسوش تعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم ترجمة نانسي قنقر